ترأس مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكية السفير سامح أبو العنين الوفدة المصرية المشاركة في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ركزت الاجتماعات على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوسيع مجالة الاستثمار والتجارة السنائية وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية طويلة الأمد بين مصر والولايات المتحدة كما أكد سفير سامح أبو العنين خلال كلمته في الجلسات تحرص مصر على تعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع الولايات المتحدة بما يعزز من نمو الاقتصاد المصري ويخلق فرص عمل جديدة للشباب أكد كذلك أن اللجنة المشتركة تمثل منصة هامة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وبما يخدم مصلحة الشعبين